والله الواحد زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقعد ندور كده على ملخص لمسات أي محترف مصري عندنا في الدوري الدنماركي في الدوري مش عارف البرتغالي ونشوف بس لمساتهم ايه عندنا العيد محترف في الدوريات الاوروبية دي رغم ان البرتغالي مثلا مش دوري كبير او في اوروبا الدوري الدنماركي مش دوري كبير او في اوروبا او مش كبير خالص اصلا يعني بعض الدوريات الاخرى اللي كان فيها بعض المحترف الدوري التركي نوعا نشوف اللعيبة دي مصرية بتاعتنا دي بتعمل ايه وعملوا النهاردة في المطش ده وبتاع نوعا ندور على ملخص لمساتهم وهم طبعا لعيبة كبيرة وليهم كل الاحترام وأسعدونا وتشرفنا بيهم طبعا في أوروبا في الحقيقة لكن ما كانش يجي في دماغنا أبدا أبدا بصراحة يعني بصراحة أنه عندنا لعيب مصري بينافس على جايزة أفضل لعيب في العالم أراهن أراهن أن أي واحد مصري محب القرة القدم أو حتى ما بيحبش قرة القدم كان يجي في خياله بس أنه يبقى عندنا لعيب ممكن ياخد أحسن لعيب في العالم ما كناش نحلم ما كناش نتخيل لكن بصراحة احنا فعلا عايشين الحلم احنا فعلا قادرين نتخيل أن عندنا نجم كبير جد زي محمد صلاح يستحق جايزة أحسن لعيب في العالم احنا بقلنا بقى إيه فترة بنتكلم في القصة دي يعني الكلام والاتجاه ده مش ناتج عن مبارات المبارح بس منشستر نعيب دول ليفر بول 5-0 ليفر بول 3 لمحمد صلاح من 5 وأسست في الجون الأول مش بس الكلام وليد اللحظة دي أو وليد هذه المباراة لا احنا بقلنا فترة بنقول كده مستوى ثابت من بداية الموسم ده لمحمد صلاح أهداف متتالية ما شاء الله في مباريات متتالية كل المطشاط اللي لعبها الموسم ده جاب فيه أهداف معدى مطش واحد اللي هو كان في الجولة الثانية أمام بيرنلي ما جابش فيه جوم ما كانش موفق أنه يجيب هدف أعتقد عمل أسست بس أعتقد على ما أتذكر يعني لكن في معدى ذلك كل المطشاط أهداف بخلاف بقى الأهداف ايه متعة الأهداف دي ايه الحزم في إنهاء الهجمات ده محمد صلاح أيام بازل أنا متذكر جدا جدا كان فيه تصريح لمدرب بازل في التوقيت ده مش فاكر مين هو قالك إيه قالك محمد صلاح ده والراجل كان عنده حق كان محمد صلاح بيلعب طبعا أساسي ولعيب كبير جدا في بازل بس كان ما بيخلص الهجمات بالشكل كويس فكان إيه قالك لو محمد صلاح قدر إن هو يطور نفسه في كيفية إنهاء الهجمات بأهداف ممكن يبقى من أحسن لعيب في العالم وفعلا حصل هو طور نفسه في الجزئية دي وفعلا هو أحسن لعيب في العالم دلوقتي ففخرين جدا باللعب ده أنا من الناس اللي بشجع منشستر نايت بصراحة من زمان وناس صغير من أيام يورك وانديكول وسكولز وبيكام ناس كتير جاوستام ناس كتير جدا يعني لكن إمبارح لا أنا بشجع محمد صلاح أنا عايز محمد صلاح يبقى أحسن حاجة في الدنيا لأنه مننا واحد مننا محمد صلاح فماشاء الله لقوة إلا بالله علي يا رب يا رب يستمر في التقلق ده يا رب بإذن الله يوفق في أنه يفوز بجازة أحسن لعب في العالم سواء السنة دي أو السنة الجاية يقدر ويستحق كل الاستحقاء في الحقيقة بإمكانياته وأهدافه وتأثيره الكبير جدا مع ليفر بول إمبارح صنع الهدف الأول مسيرة من صناعة الأهدف هذا الموسم كتير جدا قدر أنه هو كمان يحرس سلسية مميزة في شباك دخية وأول لاعب في تاريخ الدور الإنجليزي جيب ثلاث أهداف في الأولد هذا الملعب اللي كنا نتمنى أصلا نلاقي حد مصري بيلعب أصلا في الملعب يلعب بس ينزل الشوت الثاني آخر دقيقتين حتى يبقى لاعب في الأجواء دي مصرح الأحلام هو نفسه حقق لنا كل الأحلام في الموسم ده والمبارة دي تحديدا طيب هروح لفاصل سريع وبعدين نرجع نكمل سواء كلامنا عن محمد صلاح أو كمان على طولة الدوري هذا الموسم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة